بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من قيم ثم قضى أجلا وأجل مسم من عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرعكم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكه لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمثوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين وقالوا لولا أنسنا عليه بلك ولو أنسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينفرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ ونيا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخمير قل أي شجئ أكبر شهادة قل الله شجيد بيني وبينكم وأوحي إليه فالقرآن لينفركم به ومن بلغه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تسعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعل ما على قلوبهم أكنة أن يفتروه وفي آذامهم وقرا وإن يروا كل آيك لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونتوم من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ومن نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا من حق ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا من حق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أنزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحلون ولقد كذبت أرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو صلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على فلا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أنفالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآيات من صنوا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يغلله ومن يشأ يجعله على صواق مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَاهُمَ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَحْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَطَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَّ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَحْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَطَرَّعُونَ فَلَهُلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَطَرَّعُونَ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَثَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْغَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُنُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطْ عَذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَمْصَارَكُمْ وَخَثَمْ عَلَى الْقُلُوبِكُمْ ثم الْإِلَهُ خَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنْفُرُ كِيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَوَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَبَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَالُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْ بِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَنَكُ إن أدبع ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدرة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ففطردهم فتكون من الظالمين وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْطَهُمْ بِبَعْضٍ يَكُولُوا أَهَا أُولَا إِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِمَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةٍ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني مهيت أن أعبد الذين تبعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يامس إلا في كتاب مبين ورغى الذي يتوفركم بالليل ويعلم ما الجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقطى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين قل من ينجيكم من ثلمات البر والبحر تدعونه تطرعا وخفيا لئن أنجهنا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعون ويذيق بعضكم بأس بعض انفروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به القومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ونهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعبد كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شعاب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقامنا بعد إذ هدىنا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى دنا قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقامنا بعد إذ هدىنا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى دنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والتقوم وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك لني إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا يا ربي فلما أفل قال لما أحب الآفلين فلما أفل قال لئن لم يهدي بي ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حبيثا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واصلع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما لا أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعانون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتنون وتلك حجتنا آتيما لها إبراهيم على قومه نرفع لرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهب ما له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذري يديه داود وسليمان وأيوب وينصف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسى ويونس ودوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبئناهم وهديناهم إلى صراق مستقيم ذلك هدى الله يهدئ به من يشاء من عباده ولو أشركون حمط عنهم ما كانوا يعملون وآلئك الذين آثيناهم الكتاب والحكم والنضوح فإن يكفر بها أولئك فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين يدى الله فبهدأه بقدره قل لا أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنسل الله على بشر من شيء قل من أنسل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خلقهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولد فرأ من القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنسل الله ولو ترى في الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جدتمونا فرابا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء أغهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولو نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من قلعياك غلن دانيته وجنات وجنات من أعلابه والزيتون والرمان مشتمها وغير متشابه وانظروا إلى فمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بني وبنات بغير علم صبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخرق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لما إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللقيف الخبيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أدى عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفير ظور وما أنف عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعمون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمننن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهنون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو وينشيا غير الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ففرهم وما يفترون ولتسرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبدغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدق وعدنا لا نبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اغطلرتم إليه وإن كثيرا ليظلمون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وبأطله إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له مورا إن يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكامر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل من أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل لساءته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذابهم شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميع أيام أعشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعضه وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوى لكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك بولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجعتم مما عملون وما ربك بغافر عما يعملون وربك الغني ذو الرحمن إن يشأ يذيبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآثم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما غرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فمن كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ومن كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحفون وكذلك زين لكثير من المشركين قطل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحمث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حجر لا يذكرون وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزههم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطن هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أفضاقنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بخير علم وحرموا ما رزقهم الله والله افترني أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع مختلفا أكله أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كنوا من فمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم